نبغي ونختم الجزء الأول منها وميسك ختام هذا الجزء من الاحتفاء بالثقافة الحسانية ميسك الختام وصية السلف للخلف بالمزيد من الصيانة والتتمين تتمين هذا الموروط وصية بلسان الشاعر والمتقف خطار مجاهد طبعا التراث والثقافة الحسانية لا بدهم من التدوين ولا بدهم من الكتاب لا بدهم من يعدلوا عليهم حلقات على منابر إعلامية إياك ذا الشباب اللي ما يعرفهم يصنطلهم الكتوب خالق اللي ما يجب فيهم هما خاصهم يدونوا وينتشروا وينكتبوا وتعود تقراهم المثقفين ويقراهم الناس ويطالعوا عليهم ويجبروا في المكاتب وخاصهم ينطرحوا في المؤسسات الثقافية وينطرحوا في المدارس يقراوا كتراث لأن هذا التراث والدستور نص على تراثنا لأنه يقرأ ويالطو يقرأ لأن فيه تثقيف وفيه يالطو شبابنا ذا اللي ما عاش في البوادي ولا يعرف للغاز ولا يعرف التحاجي ولا يعرف لغنى ولا يعرف ذا اللي جعله لغنى يالطو يعرفوا يعرفوا عن طريقاش خالق اللي ما يطالع الكتوب يالطو يسوق يقرأ في المدارس ويالطو يقدروا عنه برامج تليفزيونية إياك الناس تسمعوا وياك تشوفوا وياك تحلع له العين وينصانف لارشيفر ويالطو ينكتب كيف لغنى يالطو يدون ياسر ودون وياسر ما ودون وهذه الثقافة اللي ماديل عندنا إلا ما تفقرشنا معها وصلناها وكتبناها وسجلناها على المنابل الإعلامية التي تضيع بيناتنا وأنا ننصحكم كشباب وننصح الشباب قاطبة على أنه يهتم به ويقدل سيناريو فيه للغاز وإحنا رأينا موجود وفيه الحكم وفيه الروايات ويقبض ويعدل منه فيلم قصير والله يعدل له برنامج ويقراه الشباب ويطالع له ويثقفه ويعرفه ويتهلو